ليه الأهلي عايز محمد علي بالرمضان؟ يعني محمد علي بالرمضان ده بروفايل قد يشبه طب بيعب ستة وتمانية يشبه إمام عشور في حاجات كتير جدا التصويبات من خارج المنطات الجزاء مميز فيها بشكل كبير جدا يعني آه يعني شفنا أمثلة كتيرة جدا بياخد الكورة بيقدر أنه هو ياخد قرارات سريعة ولكن الفرق ما بينه ما بين إمام عشور لو زاد في حتة تمانية هو الدقة في التسليدات على أون تارجت على المرمو اللي حتة التانية محمد علي بالرمضان مميز عن إمام عشور بالدقة بالدقة على التسليدات على الثلاث خشبات الاثنين عندهم الاستعداد والقرار في التسديد على المرمو من خارج منطقة الجزاء محمد علي بالرمضان عنده الدقة أعلى محمد علي بالرمضان عنده النواحي الدفاعية أعلى أنه هو بيقدر كنت شوفه بوكس تو بوكس محمد علي بالرمضان عنده عملية التحجيز على الكورة وأنه هو والمراغات والدريبلنج مشابه بإمام ولكن التحجيز وأنه يحجز على الكرة في نص الملعب وأنه يقدر يلف 3-4 لعيبة وينقلك ويكسب بك زيادة عددية ده يقدر يعمله بن رمضان بشكل مميز جدا في الملعب الجزء الآخر واللي دايما ميستر مارسل كولر بياس عليه أنه هو مين اللعيب اللي يقدر يزيد معايا مهاجم تاني أو مهاجم واهمي أو فولس 9 محمد رمضان ممكن يعملها معايا ويعوض طبعا حمدي في الأدوار اللي كان في زيادة